ففي أول حكم من نوعه بحق جندي روسي دانت محكمة في كييف جندي روسيا بقتل مدنيين بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة وقال القاضي سيرجي أغافانوف إن المحكمة خلصت إلى أن فاديم شيشامارين مذنب حيث أقر شيشامارين في وقت سابق أمام المحكمة أنه قتل الأوكراني أليكس دندر شيليبوف البالغ من العمر 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في أولى أيام الحرب أدينا الجندي بتهمة القتل العمد وقال القاضي إن عملية القتل ارتكبت بنية مباشرة في انتهاك لقواعد الحرب وأفاد الجندي الروسي المحكمة الأسبوع الماضي بأنه أطلق النار على شيليبوف بضغط من جندي آخر بينما حاول الانسحاب والهرب إلى روسيا على متن سيارة مسروقة في الثامن والعشرين من فبراير فاعتذر الجندي الروسي طلب الصفحة من أرملة شيليبوف وأكد محاميه فيكتر أوفيسانيكوف أنه سيقدم استئنافا ضد الحكم بناء على ما ورد أعلاه قضت المحكمة بإدانة فديم يفغيني فيتش شامر المولود في السابع عشر أكتوبر عام 2000 بارتكاب جريمة جنائية بموجب البند الثاني من المدة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا وتحديد عقوبته بالسجن مدى الحياة وفي سياق المستصل استبعد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إمكانية مبادلة أسرى كتيبة أزوف الأوكرانية الذين استسلموا في ماريوبل بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدذيتشوك المحتجز لدى كييف الكريملين قال إن الغربة تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرضه أشد العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا أشار الكريملين إلى أنه يتعين على الجنود الروس توخي الحذر من الهجمات الإرهابية في جنوب أوكرانيا معربا عن قلق إزاء محاكمة أوكرانيا جنديا روسيا بارتكاب جرائم حرب على الرغم من كل الصعوبات أود أن أشير إلى أن الاقتصاد الروسي يتحمل صدمات العقوبات جيدا جميع إحصائيات الاقتصاد الكلي تثبت ذلك لن أسردهم الآن وسأريكم ما يحدث خلال حديثنا بالطبع ليس سهلا كل ما يجري يتطلب اهتماما خاصا وجهدا من قبل القطاع الاقتصادي للحكومة وبشكل عام أود التأكيد على أن هذه الجهود لها تأثير إيجابي وفي السياق أيضا تهكم الرئيس الروسي فلادمير بوتين على تحميل الغرب له مسؤولية كل المشاكل الاقتصادية في العالم وذلك تعليقا على تصريحات غربية بشأن مسؤولية بوتين عن التضخم وكذلك أزمة الغزاء وما يحدث هناك لا يستطيع أن تقوم بإمكانهم وعندما تقوم بإمكانهم بإمكانهم وإمكانهم وإنفليات حسنًا الدمام وإنفلياته بالتأكيد إنه يبقى إمكانهم وإنفليات حسنًا نعم